الجمعية بتهدف أن تحاول أن تساهم في جهود الدولة بشكل عام في التنمية الرقمية والتحول الرقمي من خلال إبداء الرأي والمشاركة في المنتديات والمشاركة في المؤتمرات والدراسات المختلفة زي الدراسة اللي عملها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاس مجلس الوزراء في الفترة الحالية بخصوص التحاول الرقمي في مصر وفي نفس الوقت بنعمل جلسات نقاشية حوالين مواضيع معينة بندعو لها الخبراء ونبتدي أن نناقش مواضيع معينة طبعاً مجال الإنترنت النطاق العريض في مصر كانت من الدول الرائدة في المنطقة أنها ابتدت أنها تدخلوا في منتصف الألفنات وابتدت أنها توصلوا للجمهور بحيث أنهم يقدروا أنهم يوصلوا على الإنترنت بطريقة مستمرة وبسرعة عالية في وقتها وابتدت الدولة تعمل مجموعة من المبادرات في وقتها على أساس أنها تحاول تخفض التكلفة بحيث تزود المستخدمين في الفترات الأولية للدخول النطاق العريض خدمات النطاق العريض اللي كانت تسمى في الوقت ده ADSL لمصر طبعاً استمرت المحاولات بتاعت الدولة والمبادرات بتاعتها لحد لما قدرنا أن نوصل للمستخدمين في المدن الرئيسية في منتصف 2012-2013 بتاعت المصرية للتصالات أنها تدخل بقوة في مجال إدخال خدمات الفايبر سواء في المدن الرئيسية أو حتى يمكن في القرى برضو الرئيسية فابتدنا أن احنا بنشوف طفرة تانية في مجال المستخدمين ومجال السرعات اللي بتتقدم للإنترنت في مصر فابتدنا أن احنا نشوف سرعات فوق الواحد ميجا والاثنين ميجا والتمانية ميجا لحد لما وصلنا دلوقتي لـ 30 ميجا بس برضو كانت مقصورة إلى حد ما على المدن الرئيسية بمبادرة حياة كريمة وبالمجهودات بتاعت الدولة ببتدنا أن احنا نشوف الطفرة دي بتدت أن هي تتنقل دلوقتي للقرى في مصر بحيث أن احنا نقدر أن احنا نشوف الفوائد والعوائد من خدمات النطاق العريض بتقدر توصل لأهلينا في القرى المختلفة بما فيها التعليم عن بوعد بما فيها الإمكانيات اللي هي ممكن أن هي تقدمها خدمات النطاق العريض لدعم الرعاية الصحية بما فيها إمكانية أن هي الناس تشتغل على بوعد فما فيش حاجة تمنع النهاردة أن حد يبقى قاعد في قريته وبيقدم خدمات عن طريق الكمبيوتر لشركة ممكن هي تكون جوى مصر أو حتى شركة برى مصر كل ده ما كانش هيتحقق غير بوجود بنية أساسية قوية اللي إحنا نقشناه النهاردة إزاي إن إحنا نقدر إن إحنا ننقل البنية الأساسية دي للمرحلة الجاية بحيث إن إحنا نقدر إن إحنا نوصلها إن هي تبقى ما تقلش عن الخدمات اللي بتتقدم في الدول الرائدة على مستوى العالم دي هتحتاج استثمارات كبيرة بيقدروها يعني بمليارات الدولارات ومليارات كتيرة إزاي حنقدر إن إحنا نعمل الاستثمارات دي وإزاي حنقدر إن إحنا نوفرها هل الشركة الوطنية هتقدر إن هي تقوم بالمشروع ده الوحدها وحتقدر إن هي تعمل الاستثمارات دي الوحدها هل فيه إمكانية إن الشركات الأخرى اللي هي بتقدم خدمات الاتصالات إن هي تشارك وتقوم بدور في دعم البنية الأساسية وتوصيلها هل فيه إمكانية لمشاركات أعلى وأوسع بحيث إن إحنا نقدر إن إحنا نخلق كيانات بتبص على المستقبل بتاع البلد على المدى المتوسط للطويل ومستعدة إن هي تحط الاستثمارات دي على المدى القريب بحيث إن هي تقدر إن هي تحقق النقلة النوعية ونقدر إن إحنا نحقق الطفرة التكنولوجية اللي إحنا بندور عليها في مصر دي كانت مثار النقاشات اللي إحنا نقشناها النهاردة والمداخلات من الزملاء اللي كانوا حاضرين ورشة العمل